السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي من الجديد في القناة اليوم سوف نوجد واحدة تحلية بالبرتقال على العموم هنا اخذت ثلاثة مع القضية الناشا مع اربعة مع القضية السكر والسكر يبقى على حسب الطوق مع السيتر عصر ليمون وعصر البرتقال لانه بعد الدول كيقولوا الليمون هو الحامق هنا يا البنات كنحرك بشوية بشوية حتى كتعقد لي يديك التحلية كتولي عندي عقدة وكنزد عليها معلقة كبيرة ديالة الزبدة صافيو كنغطيها بسلوفان ملامس مع الوجه ديال الكريمة ديالي وتنضيرها في تلاجة وكنخليها تبرد أبار انا اخذت 200 ميلي لديك خمفة وتقدروا تاخد الكيمية اللي بغيتو معانوك هاد البرتقال او لا تقدروا تديروها عرهاكك انا قلت نسيد شوية قطرات ديال هاد هاد البرتقال سوف طلع تحت تحتولات كريمة متماسكة مزيان شاد دراسها كيف ما نقولو شاد دراسها ولا شاد درجلية شاد دراسها بالمناسبة البنات غادي نوجد ان شاء الله واحد البوست وواحد الفيديو ان شاء الله جديد اللي غادي نشكركم فيه كاملين على الالف مشترك وقليلة في حقكم كلمات شكر او اللي غادي نحطو يعني كشكر لكم قليلة بزاف في حقكم وشكرا لكم بزاف للناس اللي كتدعمني وكتتفرج في الفيديوهات وطبقات بعض الوصفات هاد الوصفة اللي بنات ديا اليوم راه وصفة يعني معتمادة بالحليب الا انه اليوم احنا يدرنا الليمون تقدر عاو تدير الحامض كريمة الحامض لانه هاد الوصفة راه ما كتبدلش من ناحية الناشا والسكر كتبقى عير انك هالي كتتبدل والمعروفة اكتر هي المهلبية يعني بالحليب ما نحن اكتر هي البورتوقل تقدرها غريبة عجيبة اه أم زوينة بزاف وخامااة هاته موسكى هاته الكريمة الوصفة والسكر فيها الكفاية كتعطي واحد ما شاء الله مع الصيف داخل ما بدش ندوي على المدين الصيف داخل يبغي انسان شوية شيء حاجة من يعيشها وهذه كتجي واعرة كانت صديقة تقرأ معي كل سنف الاحتفال في نهاية الدراسة كانت معروفة بهذه الكيكة تطيبها تكون ماشي غليضة تكون رقيقة السمكة الكيكة كانت معروفة تقدر عليها الشرائح البانان كانت معروفة سبحان الله هذه الكيكة في هذه الوصفة و سبحان الله ما عمرها تموت هذه الوصفة دائما نعيشها في الصيف وكل شيء كان واحد لاغلاس كيتباع في المغرب بأن هذه الكيكة المونج والبرتوقال وهذه البنات نفس هذا الماضي سبحان الله لا توجد بوحدك في الدار هو اضع الجديد سياق الناق على الطريق لكتباع بشكل صعي و graduates ساعر أول مطر ساعر أول مقاطم احضرت للتوصفة المصدر ساعر أول تدعب جذب مثل الوصفة المصدر احضرت أليف اضافة شكولات وليمون وعلى البنات اضافة شكولات وليمون اضافة شكولات وليمون اضافة ايضا بلاسة اضافة هذه الكريمة يوجد فراز وحpus شوكولات هذا الملك شودات الشوكولات سوف نت whift نضيف عصر الليمون تضيف عصر الليمون اضع شرائح البانان اضع عصر ليمون اضع شرائح البانان اضع شرائح البانان اضع شرائح البانان اضع شرائح اضع شرائح البان اضع شرائح البانان اشتركوا في هذا الطعصة المهمة لبنات الماضيكة يجيز من اكثر مع الكريمة شكولاته البرتوقال شي مغايرة لا يوجدها مرة مرة نجربه المهمة هذه الوصفة اخذتها في القناة اخت ام نيزار اخت زينب كان في اسبانيا لديها وصفات زوينين واقتصاديين وكلهم يصدقوا ما شاء الله ما فيها بس ناخد وصفات كنا عند بنات اخرين ولكن ندرو ديك البصمة ديالتنا كيف ما سلو اصلا الوصفة ديالت الاخت زينب ديالت شهوات ام نيزار بوتيش كويزين ولكن انا ديك البصمة ديال الكريمة ديالت الفول السوداني اللي فكرة اكثر من رائعة وما جربتش ما حطيتش لكم ما زال البنات الوصفة ديال ديال البرايوات اللي درتها بواحد المكون ولكن شفت مؤخرا كل شي ولطي يحط هاد الوصفة هدي ولكن انا عندي الفيديو ان شاء الله بقي عير نحطوه لكم ان شاء الله هنا يا جبت الكريمة ديالت البرتوقال وكيف ما كتلاحظو هاني درت حيت السلوفان اللي كان درته من قبل ملامس مع الوجه ديال الكريمة وطلبتها بشيء بشيء ومن بعد البنات انا عمرت في هذا البلاستيك هذا البلاستيك عمرت البنات في البلاستيك ومن بعد اخذت الكويسات اللي قلت لكم ومن بعد اخذت الكويسات كاملين ومن بعد اخذت الكويسات اخذت الكويسات كاملين ونخلط معها كريمة البرتوقال ونضعها في فوق من الكويسات ديالنا بشيء اخذت الكويسات كاملين وانا اخذت الكويسات ونصفت وانا اخذت الكويسات كاملين وانا اخذت كاملين بيسكوي مريته موجودة كريمة 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 بيسكوي كريمة 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 كخام فخاش مع البرتقال كخام فخاش ملان تغنط رخيصة اخذت تقريبا 1 جوتر و 4 ديال 500 مليلي لتر بوحد الثامن تهواء مناسب وكتصدق وديجا فيها السكر او ممنك هاتب شي حاجة يعني هنا تغال ولكن فيها السكر اخذتها البنات الكخام ديالي درتها في جيب الحلواني بلا القمع بلا هادك الراس اللي غادي نزوق بيه حيث ندرت شكل عادي جدا يعني غيباش يكون مضبوط في الكأس الصافي ما يوسخش ليه الجناب ركو عارفين ماش يكون دك شي شيك زافها البنات عمرت الكخام ديالي غادي ناخد الكويسة ديالي وما غداش نعمرهم بزاف حيث ركو عارفين الكخام فخاش وهديرها يعني فيها الدهون كاملة كاملة يعني نحاولون من قوي بزاف هكا باركات انا ما كراش كون عندي كويسات خرين صغر من هادو يكون احسن وسبحان الله ملقيتش هادوك الكويسات الفياغين هادوك ديال البلاستيك يعني كيتبعو كيكونوا صغر ملقيتهم مش اللي عارفة فين كيكونوا في مهمش محل تجاري كيكونوا فيه تقول يمشيت عن تشينيزي ملقيتهم غادي الزاج هنا يا البنات كيف ما قلتليكم شكل مغاير ديال نفس المكونات ولكن رهي عر تطبيق ديال الطبقات اللي اللي مبدل لغير هادش اللي كينا البنات قادينا نسرح مزيان لكريم ديال المهم اخليتش حاجة حاجة البنات فلها كريم فهادي من بعد تسرحتو شوية بلاس باعتشوية باش ياخد شكل متساوي مهم قادينا نحن متجر انتقام باعتش المكونات فالتلاجة لكن هذه البنات الكمية ٢٠ مللي لتر تلك المكونات كمية البورتوغال تقوم بتجربة باعة المول كبيرة وطبقة لابا خلطة باعة الهجم والطبقة الأخرة التي ترونها هي كريمة البرتوغال سوف نضعها من فوق ومن بعد سوف نرشب شوية البيسكويت هناك ننقى شوية جناب باش ما يفهم شو يجي المنظر متساوي ديال الكريمات وكل شي كان جي وعرة البنات وعرة وعرة وحد المضاق فن 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 بزاف هناك البنات كيف ما كانتشوفو زد هذك الكمية الاخيرة من بعد ان شاء الله الى ما هنسيتش فاش غدا نقطع هاد هاد التحليه هادي اللي في هاد المول الى ما نسيتش نصور عليكم ان شاء الله باش نشوفوا يعني القوام ديال التحليه ديالنا البنات اللي بغا تضيد جيلاتين في سميت وفي هاد الكريمة هادي تزيدها يعني باش تشد رأسها انا ما زدتش حاجة حت اصلا فيها الناشا في هالزبطة ايه يكفي انا نندروها واحد ربعات سواية خمتة سواية فتلاجة مثلا توجدها في الصبح وبالنسبة القوتي او لامور الغدا كتكون واجدة تاخدوها كتحليه نتمنى هالبنات الفيديو ديال اليوم يكون اعجبكم وتكونوا حسيتوا بدك الانتعاش ديال هاد البرتقال وان شاء الله موعدنا في فيديو جديد ان شاء الله خليتليكم الراحة وكان شكركم من جديد على الدعم ديالكم وموعدنا ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة